بناءة ومثمرة هكذا وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي اللقاءات التي قام بها الوفد الأوكراني الذي يزور الولايات المتحدة حيث تم التوقيع على اتفاقيات مهمة كما التقى زيلنسكي بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بدأنا زيارة الرسمية للولايات المتحدة أود أن أشكر الجميع من الجانبين الأوكراني والأمريكي وأعتقد أن التحضير للزيارة كان جيدا ولو أنه يبدو صعبا بعض الشيء لكثرة الاجتماعات واللقاءات ولكن المهم ليس العدد وإنما النتيجة الرئيس زيلنسكي أكد دعم وزارة الطاقة الأمريكية لأوكرانيا في قضية نوردستريم 2 المشروع الذي يهدد أمن الطاقة في أوكرانيا وأوروبا وأشار إلى أنه سيتصدر جدوى الأعمال المباحثات خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بمسألة نوردستريم 2 لمسنا دعما من وزارة الطاقة الأمريكية هذه القضية حساسة جدا بالنسبة لنا وسنناقشها بشكل أعمق إذا جرى تشغيله والكثير يجمع على هذا وبالتأكيد نحن نرغب في الحصول على ضمانات محددة من الولايات المتحدة في حال التشغيل وخلال اجتماعه برئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أعرب زيلنسكي عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمه البنك لأوكرانيا في مكافحة جائحة فيروس كورونا داعيا للمشاركة في تنفيذ خطة التحولات في أوكرانيا والتي قدمها الوفد الأوكراني في مكتبة فريد ثميث الوطنية لدينا رؤية واضحة لمستقبل أوكرانيا خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة وهذه خطة طموحة على مسار التطور في دولتنا تحت شعار المزيد من العدالة والمزيد من الفرص نحن نسعى لبناء بلد مزداهر ومستقر ولدينا رؤية استراتيجية للتنمية في مجالات الأمن والتحول الرقمي والبنية التحتية والزراعة وأشار الرئيس إلى أن تنفيذ الإصلاحات يمثل أولوية بالنسبة لأوكرانيا وبالأخص فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحديث الجيش اليوم لا يوجد بلد آخر غير أوكرانيا يجري إصلاحات وفي الوقت ذاته يواجه فيه أحد أقوى الجيوش في العالم وبعيدا عن الوعود نحن نعمل حقا من أجل أوكرانيا وبعيدا عن المهاترات بشأن أهمية مكافحة الفساد نحن نعزز بنية مكافحة الفساد ونقاضي المسؤولين الفاسدين تبذل أوكرانيا جهودا كبيرة من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن رباعية نورماندي المكرسة لإيجاد حل سلمي للوضع في شرق البلاد زيلينسكي قال أن أوكرانيا ترغب بإشراك الولايات المتحدة في الرباعية وتجري الآن دراسة العديد من الخيارات لتحقيق ذلك كما أشار إلى دعم الدول الأعضاء في الناتو لتعزيز أمن أوكرانيا وبالأخص في منطقة البحر الأسود أوكرانيا بحاجة إلى بناء أسطول حديث ولهذا نحن بحاجة إلى دول شريكة بحاجة إلى دعم الناتو ودعم الدول من خارج الحلف تلك المطلة على ساحل البحر الأسود ضمن الجولة الرئاسية نحن الآن في ماونت فيرنين حيث منزل جورج واشنطن الرئيس الأول للولايات المتحدة وفيه قررت السيدة الأولى يلينا زيلنسكا إطلاقاً مشروع الدليل الصوتي الأوكراني في المتحف شيء رائع أن تسمع اللغة الأوكرانية هنا في ماونت فيرنون في منزل أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن واعتباراً من اليوم سيصبح أحد معالم تاريخ الشعب الأمريكي في متناول الجمهور الناطق باللغة الأوكرانية اللغة الأوكرانية هي اللغة السادسة للدليل الصوتي في ماونت فيرنين وفي إطار مشروع يلينا زيلنسكا هذا هو الدليل الصوتي الحادي والثلاثين باللغة الأوكرانية في العالم والأول في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر